طيب أنا كمواطن يهمني الملف المائي جدا يهمني كمان ملف الأمن القامل اللي حددوا جلساته النهاردة أنا لو مواطن دول هبوا شغليني بس مش هبوا شغليني لا كمواطن عادي اللي هبوا شغليني نبره واحد الأكل والشرب والأسعار ماشي؟ أنا هارجع لسؤالك وبالتالي مبارح الرئيس سأل الدكتور عالم سبحي وزير التموين وقال له الناس بيقولوا أنك أنت غير مسيطر على الأسعار وهناك اعتقاد واسع بالفعل أنه فيه عدم سيطرة أنا بنتكلم في واقع طبعا الواقع ما هو ممكن الواقع يبقى الدولة المصرية لا تنكر وفي كل المرات الرئيس عفتاح السيسي بيقول فيه أزمة ونشكر المواطنين على تحملهم وصبرهم علي مصلح مبارح يعني عمل شرح جيد جدا بيقول أن أنا مقدرش يعمل تسعيرة جبرية لأنه التسعيرة الجبرية دي أولا تتصادم مع الدستور وسانيا طب أنت هتعمل تسعيرة جبرية هتلزم الناس بها إزاي لو القصة الأساسية مش التسعيرة القصة الأساسية حجم الإنتاج لو أنت ما عندكش عرض يساوي الطلب هيبقى فيه مشكلة طول الوقت فأنت هتعمل تسعيرة جبرية لو أنت تقدر تتدخل في الأسواق لو أنت منتج بمعنى أنه أنا في اللحوم على سبيل المثال إيه اللي بتخلي اللحوم سعالها كان سابط طول الوقت لأن الدولة المصرية بتجيب كميات من اللحوم من الدول الأفريقية السودان، أغاندا، جيبوتي، أسيوبيا أو بتجيب فرخ والحوم من البرازيل وأورودي واي وبتدخل ووزارة الداخلية بتعمل أمان ومعرفش مين ووزارة الزراعة ووزارة الزراعة فبالتالي بتدخل في السوق بتعمل فيه توازن فأنت محافظ على السعر لكن لو أنت مش منتج طيب فيه طلب كتير وعرضه ليل السرعة هترتفع دي نقطة مهمة لكن ممكن تعمل إيه بقى المهم؟ أن أنت تعمل ضامن أنت كمنظم منظم في السوق تضمن عبر مثلا جهاز حماية الاحتكار حماية المنافسة ومنع الاحتكار تدخل لو أنت عرفت أن فيه تاجر أو مجموعة من التجار بيحتكروا تستعمل مع أشد أنواع العقوبات الموجودة عشان يبقى عبر غيره ده اللي تقدر تعمله وتعظم وتهيئ السبل من أجل أن يبقى فيه انتاج أفضل تدعم الصادرات وهكذا والله يفسد إحنا برضو هنحلل الجلسات بعد ما تنتهي تماما ولكن إحنا النهاردة بنحاول برضو ندي بعض العنوين وبنتناقش بلسان الناس طبعا زي ما احنا متعودين دايما مع بعض ما نقول لك الناس يهمها الأسعار طبعا بس قد لا يشغل ناس كتيرة بيكون يشغل النغبة يشغلوا بنا ضامن المياه جاية من المياه النيل ده نقطة مهمة جدا البارح هانس ويلم الدكتور هانس ويلم شرح باستفاضة الحاجات اللي احنا بعملها المشروعات المعالجة السلسية وزير الزراعة تكلم بالتفصيل عن ايه اللي احنا بنعمله بس تاني في النهاية المواطن يحكم على معيشته قد لا يشغله الكلام كثيرا بقدر ما ايه اللي بيعانيه بيقدر يشتري السلعة بسعره كويس دخله يقدر يخليه يعيش حياة كريمة ولا لا